أهلا بكم. إجراءة عزل ترامب ماضية على قدم النأوساق والتفاعل بشأن تطوراتها يتصدر الحديث على المنصات. الكثير من التغريدات ركزت على أن ترامب هو أول رئيس يخضع لمحاولتي عزل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن آخرين اعتبروا ما حصل نهاية مناسبة لفترة حكم ترامب الخارج عن المألوف بكل فصولها. فبعد أكثر من أسبوع على اقتحام أنصار ترامب مبدل بمن الكابيتول أيد 232 عضوا في مجلس النواب عزل ترامب مقابل 197 صوتا آخرا يعارض الإجراء. لكن اللافتة في الأمر أن عشرة نواب جمهوريين صوتوا لصالح عزل الرئيس الذي ينتمي إلى معسكرهما. وعن ذلك علق الرئيس المنتخب جو بايدن في تصويت من الحزبين صوت مجلس النواب لعزل الرئيس ترامب ومحاسبته. الآن تستمر العملية في مجلس الشيوخ وأمل أن يتعامل مع مسؤولياتهم الدستورية بشأن العزلة. بينما يعملون أيضا على أمور أخرى عاجلة تمر بها هذه الأمة. ومثل ما قال بايدن فالأنظار تتجه الآن نحو مجلس الشيوخ فهو مسرح الخطوة المقبلة. وعن اجتماع مجلس الشيوخ ودوره في عزل ترامب يقول أستاذ القانون الأمريكي لورانس تريب من الممكن. محاكمة دونالد ترامب وإدانته واستبعاده من تولي المنصب في المستقبل حتى لو أجلت محكمته أو أجلت محكمته في مجلس الشيوخ إلى ما بعد العشرين من يناير. ومثل ما صوت النواب الأمريكيون في الكونغرس نقلوا أصواتهم إلى وسائل التواصل وبرروها مثلا. تقول عضو مجلس النواب ميشيل فيشباك تكتب لقد صوتوا للتو ضد قرار عزل ترامب. لم يبقى له إلا بضعة أيام في هذه الإدارة. يجب أن نركز على المذي قدما والعودة إلى العمل. لكن يبدو أن ما يسعى إليه الديمقراطيون يفوق ذلك. إذ أن عزل ترامب في حال أقره مجلس الشيوخ سيمنعه من الترشح لولاية ثانية. بالإضافة إلى إنهاء امتيازاته التي من الممكن أن يتمتع بها كرئيس سابق للولايات المتحدة. بحسب وسائل أعلام محلية. ويكتب النائب آدم كينزينجر لقد كانت لحظة مفجعة للتصويت اليوم لصالح الإقالة. ونذكر التمرد العنيف الذي شاهدناه هنا منذ أسبوع واحد فقط. هذا ليس تصويتا أستخف به. لكنني قمت به بثقة. وعن الجمهوريين الذين صوتوا ضد عزل ترامب. يقول الكاتب دون وينسلو. كل جمهوري يصوت ضد المساءلة هو شريك بطريقة ما في هجوم الكابيتول. ويجب أن لا ندعهم ينسون ذلك. في موضوعنا الثاني لن نذهب بعيدا عن الولايات المتحدة. شركة فيسبوك تشير إلى ارتفاع في مستوى لغة العنف. مع اقتراب موعد تنصيب بايدن. المتحدثة باسم فيسبوك. قالت أن الموقع يشهد زيادة في إشارات توحي بارتكاب أعمال رفضا لنتيجة الانتخابات الرئاسية. وتصعدت هذه المظاهر منذ حادثة الهجوم على مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي. اقتحام الكونغرس كان محفزا. أدى إلى دعوات من أنصار ترامب لتنظيم تجمعات في أماكن عدة وأوقات مختلفة. مع اقتراب موعد تنصيب رئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في العشرين من هذا الشهر. فيسبوك قال أنه تعقب إشارات تتضمن نشرات رقمية تروج للأحداث. وكذلك تدعو لحمل السلاح. وهناك أيضا إشارات لميليشيات وجماعات تدعم خطابة الكراهية. يقول الصحفي جلين جرينوولد. أثبت فيسبوك مرارا وتكرارا أنه مكان لإثارة العنف الجماعي. ولتعزيز التطرف وغرد صحفي دوني. يبدو أن فيسبوك يعتبر أنه يتحمل خطأا جزئيا بدلا من إزالة الفيديوهات التي تدعي باطلا أن أنتيفيا هي المسؤولة عن العنف الذي حدث في الأسبوع الماضي. وليس أنصار ترامب. ورأى المحلل جون إيفي أن فيسبوك يشعر أنه محصن من عواقب الكذب العلني. يجب أن يقدم لكل عضو في الكونغرس تبريرا لجعل نموذج أعمالهم غير قانوني. وعن إجراءات الرقابة على المحتوى الذي تنتهجها شركة فيسبوك لمواجهة العنف. كتب القانوني أنجيلو. هذه هي أهم الأمور التي طلبنا فيسبوك بالقيام بها منذ سنوات ورفضها لمدة طويلة. واتخاذ هذه الخطوة الآن أمر مهم. وهذا يثبت مدى أهمية هذا النهجة. وصلنا إلى ختام الفقرة عودة إلى رويدة. شكرا لك رانيا. شكرا.